السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار أقدمها لكم أنا علي حبيب وفي تفاصيلها أكد محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل اعتماد فلسفة إدارية جديدة تركز على خدمة الناس وحماية ممتلكاتهم بعيدا عن الحسابات السياسية داعيا في اجتماعه مع مدراء الدوائر إلى تغليب المصلحة العامة والمحافظة على سرية الوثائق لغلق باب التدخلات والتأثيرات الخارجية وحماية المال العام من الفاسدين ووجه المحافظة المدراء لاعتماد المهنية والتخطيط الدقيق في اختيار أولويات المشاريع ذات النفع العام واعتماد السياقات الدقيقة لتسريع إجراءة وصول الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق المحافظة دون ضغوط سياسية أو مناطقية لأن الجميع متساوون في الحصول على حقوقهم وأضاف المحافظة أن الرسالة الإنسانية والخدمية تفرض علينا تحديات وقد قررنا المضي بهذا الواجب الوطني انطلاقا من عزيمة بناء صلاح الدين وإنهاء مخلفات الإرهاب والفساد لضمان حقوق المواطنين اشتركوا في القناة شكرا